السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبة وطالبات الصف السادس البردائي انه هذا ان شاء الله هناخد مع بعض الدرس الاول في كورتر سري وهو الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية. اول حاجة عزيزين نعرفها ايه المقصود بالبيئة الصحراوية. البيئة الصحراوية هي المناطق اللي بيقل فيها الامطار وبيسود فيها او بينتشر فيها الجفاف والفقر الشديد في النباتات ونضرة في الحيوانات وغالبا بيغطي سطحها الرمال والحصى والصخور وبتبلغ مساحتها 96% تقريبا من مساحة مصر وبتوجد الصحراوية او البيئة الصحراوية في سلاسة مناطق. اول منطقة عندنا هي شبه جزيرة سيناء تالي منطقة هي الصحراوية الغربية وتالت منطقة هي الصحراوية الشرقية. تانية حاجة نتكلم عنها هي الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية في مصر. عندنا اول حاجة الموقع ومظاهر السطح المناخ ومصادر المياه او المياه الجوفية والتربة والنباتات والحيوانات البرية. اول حاجة نتكلم عنها الموقع. اول حاجة الصحراء الغربية. تمتد من وادي النيل والدلتة شرقا حتى الحدود المصرية الليبية غربا. وبتمتد من ساحل البحر المتوسط في الشمال حتى حدودنا مع دولة السودان في الجنوب. تعتبر الصحراء الغربية هي اكبر صحاري مصر وبتبلغ مساحتها حوالي 68% من مساحة مصر. تاني حاجة الصحراء الشرقية. الصحراء الشرقية بتقع مبين ساحل البحر الاحمر وخليج السويس في الشرق ودي النيل في الغرب وشرق الدلتة شمالا مع الحدود السياسية مع جمهورية السودان جنوبا. وبتبلغ مساحة الصحراء الشرقية 22% من مساحة مصر. تالت حاجة شبه جزيرة سيناء. شبه زيارة سيناء بتقع ما بين البحر المتوسط شمالا والبحر الاحمر جنوبا. وخليج العقبة والحدود المصرية الفلسطينية شرقا. وخليج السويس وقناة السويس غربا. وبتبلغ مساحتها حوالي 6% من مساحة مصر. تاني حاجة عندنا هي مظاهر السطح. مظاهر السطح في الصحراء الغربية. اول حاجة الجبال. بيوجد جبل العينات في جنوب غرب مصر وبيمتد في مصر وليبيا والسودان. تاني حاجة عندي هي الهضاب. الهضاب عندي هضبة مرمريكا في الشمال والهضبة الوسطى في الوسط وهضبة الجلف الكبير في الجنوب. تنتشر فوق هذه الهضاب بعض الظاهرات الجغرافية زي المخافضات او المخافض. المخافض هو جزء من الارض بيقل مستوى عن الاراضي المحيطة بيه زي مخافض القطارة. تاني حاجة الكزبانات الرملية. والكزبان الرملية هي عبارة عن تجمع من الرمال بتتراكم بسبب الرياح او بفعل الرياح زي بحر الرمال العظيم. تالت حاجة الواحات. والواحات هي ارض مخافضة في الصحراء وبيقوم بها الزراعة اعتمادا على المياه الجوفية زي واحد الدخلة والخارجة والفرفرة والبحرية وسيوى. بعد كين هنتكلم عن مظاهر السطح في الصحراء الشرقية زي الجبال. تمتد سلاسل جبال البحر الاحمر من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي. واكسرها ارتفاع عن جبل الشايب. تاني حاجة عندي الهضاب. الهضاب بتنتشر بعض الهضاب في الصحراء الشرقية. منها هضبة الجلالة القبلية وهضبة المعازة وهضبة العبابدة اللي بتقطاها الاودية الجفة. واهمها وادي العلاقي. بتختفي المخافضات في الصحراء الشرقية. تالت حاجة عندي الاودية الجفة. الاودية الجفة عبارة عن مجاري مائية كانت بتجري فيها المياه قديما ولكنها جفت. بعد كين هنتكلم عن مظاهر السطح في شيفه جزيرة سيناء. في الجنوب في الجبال زي جبل سانت كاترين. اعلى قمة اعتبر اعلى قمة جبلية في مصر وفي جبل موسى. في الوسط في الهضاب. زي هضبة العجمة وهضبة التي. وبيخترق هضبة التي او يخترقهما وادي العريش اللي بيصب في البحر المتوسط. في الشمال في سهول ساحلية تظهر بها بعض القمم الجبلية القبابية قليلة الارتفاع زي جبل المغارة وجبل الحلال. تالت حاجة المناخ في البيئة الصحراوية. جت تسم مناخ البيئة الصحراوية بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف. بينها بتتنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء خصوصا في الليل. الامطار بتسقط فجأة وبتتجمع في شكل سيول مدمرة لبعض الاودية او بتبقى موجودة في بعض الاودية الجفة. اما في فصل الربيع بيهب الرياح من الصحراء الغربية محملة بالاتربة خصوصا في فصل او في شهرين مارس وابريل. وبتعرف باسم رياح الخمسين وهي بتكون رياح ضارة بالنسبة للمحاصيل الزراعية والانسان لان زي ما قلنا بتكون محملة بالاتربة. بعد كنا هنتكلم عن الموارد المائية في البيئة الصحراوية. تطوفر المياه الجوفية في البيئة الصحراوية والمياه الجوفية هي المياه اللي بتكون موجودة في باطن الارض ويتم الحصول عليها عن طريق حفر الابار. واحيانا بتتضفق الى سطح الارض تلقائيا في شكل عيون مائية وهي السبب الرئيسي في وجود السكان في الواحيات وفي البيئة الصحراوية. حيس بيقوم عليها النشاط الزراعي والرعوي. ونشاط الرعوي معناها تربية الحيوانات وبتستخدموها في استخدامات اخرى. بالاضافة للمياه الجوفية بيكون موجود برضو او بيوجد برضو الامطار بتسقط شتاء في المناطق القريبة من السواحل. خمس حاجة التربة. تربية البيئة الصحراوية تعتبر تربة رملية صفراء فقيرة في حين تزداد جوداتها في الواحات. سادس حاجة النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. يتميز النبات الطبيعي في الصحراء بانه من الانواع اللي بتتحمل الجفاف وذلك بطرق مختلفة ومنها النباتات الطبيعية في منها اللي بيمد جزوره في الطربة المسافات بعيدة للحصول على المياه الجوفية زي اشجار النخيل واشجار الدوم. في منها اللي بيكون لها اوراق اسفنجية سميكة بتخزن فيها المياه الفترات الطويلة زي الصبار. او في نباتات بيكون لها اوراق ابرية زي النباتات الشوكية اللي بتقدر نهات قاوم الحرارة والجفاف زي تين الشوكي. وبيتميز النباتات الطبيعي بتبع صورة يعني انتشار ولكنه بيتركز في مناطق الاودية او في الوحات حيث مصادر المياه وفي مناطق السهول القريبة من السواحل بسبب سقوط الامطار. بعد كده هنتكلم عن الحيوانات البرية هي من الانواع اللي بتتحمل الجفاف والبيئة القصية زي الغزلان والجمال والارانب البرية والسعالب. عندنا هنا من امثلة الحيوانات زي ما احنا للسائلين الغزلان. وعندنا الجمال وعندنا السعالب. وكده نكون انتهينا من درسنا على عمل ان شاء الله الانتقاع في درس قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.